اشتركوا في القناة البي اتش اس تيبس بطلط عن جد عارة بحكي طبعا هدول احنا لازم نختمهم عشان نجمع القناع المراي او الميرور ماسك اللي احنا منحتاجه عشان نختم اللعبة نحكي النهاية السعيدة فيها طبعا اللعبة لها نهايتين نهاية تعيسة او حزينة ونهاية جيدة ونهاية حلوة الميرور ماسك هو النهاية السعيدة احنا لازم نختم هدول السبعة اشرطة احنا ختمنا زي ما حكيت شريطين ونحن الآن بصدد نكمل الخمسة ان شاء الله فبداية من هذا الفيديو رح نبلش انه انا قردي ماخذ الشريط الثالث من العلبة اللي على يسار الجهاز اللي بعرض الاشرطة وزي ما انتوا شايفين نفس الفكرة انه الفيديو رح يبلش يعرض لنا بعدين بنهاية رح يوضح لنا الادلة اللي احنا رح نستكشف من خلالها وين بدنا نروح على هذا الدليل وهذا الفيديو فعليا حلو رح يكون برضو بالباسمنت يعني رح تلاحظوا انه اغلب الاشرطة من هلأ وطالع رح تكون حلولها كلها بالباسمنت لان انا هيني عم بنزل للباسمنت باتجاه انه الغرفة اللي وراء او عفوا ان هلأ زي ما انتوا شايفين بدأ اروح لشاشة التلفزيون انا بطلني الاخبط بهاي الدخلة احنا بدأ نروح الى شاشة التلفزيون زي ما انتوا شايفين فيك الشريط هاي واضح على شاشة اليسار بدأ احطه الان بجهاز عرض الاشرطة او تشغيل الاشرطة بعدين اتفاعل مع اليد تابعته عشان اشغله لهذا الشريط بعد ما يشتغل الشريط رح الحيط اللي عليها سارنا ينهار نبلش شوي شوي انه يفتحنا واضحنا كأنه ممر في مول او منطقة سوبر ماركت كبيرة طبعا رح نتفاعل مع الساقة العربية هاي ونمشي فيها طبعا هذا هون القسم للأسف هو ماشي بس بخط مستقيم ما في ايش رح اقدر احكي لكم هي تسووه اللهم انو شخصيتنا الدوين هلا رح يصير يشوف الاغراض اللي حوالين سوبر ماركتي عبارة عن علب بيرة هاي الكاراتين الضارة سألنا الان بس بدنا نعبي هاي الكاراتين السلة تبعتنا بدنا نعبيها من هاي الكاراتين ظلكم خدوا منها تخافوش يعني ما في اشي رح يستعجلكم طول ما العربية مش مليانة رح تظلكم تلفوا حوالين حالكم مجرد ما العربية خلاص تحكي لكم انها تعبت هاي هذا ما عليكم هلا انكم تظلكم ماشيين دغري يعني فعليا لازم نظلكم ضغطين على الكنترولر او عشان يضل الشخصية طبعا دوين اللي هو بهاي الحالة يضلوا ماشي بالخط الدغري وزا ما انتم شايفين في صوت الشخص على المذيع الانترنا بيحكي معاه انه اشتري بيرة والبيرة منيحة والامور هاي كلها يعني ما في ايش رح اقدر اسوي غير انه بس احكي لكم ظلكم ماشيين لتوصلوا لنهاية الطريق على خير وسلامة وخير بعض الانتراب ترجمة نانسي قنقر 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 احنا راح نضرنا نشرب شوي شوي زي ما انتم شايفين الغرفة عم تتعبب زي الحبر او المادة السوداء وانهوظ ظاهر الشبح اللي عم بطاردنا هو لويس يعني لما صعب حياتنا احنا دوين الان شخصيتنا راح يبلش وكوح وبدو يستفرغ ويعني بشكل غير صحي راح تطلع منه قطعة القناع تبعنا رقم ثلاثة وهيك بنكون يعني بعد ما طبعا شخصيتنا خلص ياخد الجزء بنكون ختمنا هدل الشريط يعني هو صغير خفيف لطيف زي نخبز انو اللهم انو ما في اي اشي غير سوي انك انت تمشي وتشرب بمجرد ما تقدر ترجع وتتحكم شخصيتنا لازم الآن نغادر هاي الغرفة الباب راح نسكر ورانا بعدين راح نرد نرجع مرة تانية منلاقي انو الغرفة رجعت لوضيحها الطبيعي بعالمنا الفعلي يعني فعليا الآن احنا راح نشغل الشريط الرابع اللي انا اول اشي طبعا راح اسحب الشريط رقم ثلاثة من الجهاز اللي راح اعمله هلا انا بدي ارجع هاي الاشرطة الثلاثة للعلبة عشان ما تلتخموش انا حطيت اي شريط زي ما انتو شايفين كل واحد برجع لترتيبه راح ااخد شريط رقم اربعة اللي هو الاسمه اندفرنز عدم الاهتمام ولا مبالاة نحكي باللغة العربية راح احطه بالجهاز طبعا هذا الشريط لازم تستنوا الفيديو يوضح لكم شو لازم تعمله يعني ما اذا فعليا مشيته قبل ما تطلع الصورة اللي راح تطلع بنهاية الفيديو ما راح الشغلات اللي لازم الليمها ما راح تظهر فوقفوا قدام الشاشة استنوها يعني هي دوب ثواني راح تشوفوا هذا الباب المغلق في زي السلاسل بعدين راح تشوفوا صورة لالقبو تبعنا بالباسمينت انا اللي عم بعمل سيف هلا هدولا الست لوحات لازم نجمعهم طبعا الان بنا نجمع ست لوحات موجودين بشكل متفرق ما بين المنزل الاول لوحة راح تكون موجودة بالمطبخ من جهة المطبخ وصغير طبرة السفرة بنفوت يمين بعد التلاجة باتجاه غرفة الغسيل اللي اخدنا منها المفتاح سابقا واللوحة هيا موجودة على يسارنا بعدين راح نفوت من الباب هذا اللي راح ودينا للمنطقة الرئيسية او الستديروم اللي راح نطلع من خلالها البروغرس روم هذا التليفون بتقدروا ترده عليه وما بتقدروا ترده عليه اللي بتكم اياه بس هو راح يكون جزء من اتشيف انت لو وقت لاحق بالبروغرس روم الصورة اللي بعدها راح تكون متخبية ما بين الكرسي والشمع اياه اخدناها وهنا راجعين الصورة اللي بعدها راح تكون بغرفة نوم الاهل طبعا بتمنى انه انتوا قريد صورته عارفين نحكي تصميم المنزل والخريطة طبعته عشان يعني ما اقعد احكي لكم روح يمين روح يسار بس الغرفة اللي بعدها او الصورة اللي بعدها عفوا راح تكون ب اه نحكي غرفة الوالد والوالدة الغرفة الرئيسية اللي هي من الممر هاد راح نطلع الدرج وبعدين يمين بيمين اللوحة راح تكون موجودة بالخزانة مش الخزانة اللي شابكة غرفتنا بالغرفة البنت بينما بالغرفة هي بالخزانة هاي اللي موجودة على يمين اتخذ راح نتفاعل مع اللوحة مش مع الكرتونة ونوخدها هيك احنا اخذنا ثلاث لوحات من اصل الستة ما تبقى من اللوحات راح يكونوا بالباسمنت احنا طبعا انا خليتهم اخر اشي لانه اصلا تكملت اللغوز راح يكون بالباسمنت والقبو بس انا زي ما انتم شايفين معرفتوا شوين الباسمنت لسه يعني اللعبة عم تعمل لي كان خوف راح ارد انزل للباسمنت اول صورة راح تكون فعليا موجودة بغرفة المستودع اللي هي موجود امامنا راح تكون مزوية نمشي بهذا الممر الضيق شوي اللي في رفوف راح نلاقيها متخبية ورس كارتونة وتمثال العذراء الصورة اللي بعدها راح تكون موجودة بغرفة التلاجة اللي فريزروم اللي على يمين غرفة التلفزيون هاي انا هون برضو عم بحاول اضوي اضاءة عشان اشوف طريقي بشكل احسن راح تكون مزوية فوق بالحيط بتخبية بالكورنر تبع الغرفة زي ما راح تشوفوا كيف لازم ترفعوا على فوق وتاخدوها هيك صورنا خمسة واخر الصورة راح تكون موجودة بغرفة الكهرباء بالالكترك كروم اللي احنا استعملناها عشان نشغل القاطعة الرئيسية اللي احنا هيك جاهزين وراح نرجع لغرفة التلفزيون طبعا هون بس اخد دواء لتهدئة الاعصاب لانه شخصيتي زي ما انتوا شايفين بلش يشرت وصورة الدماغ عم تظهر بشكل احمر فما بدي اياه كان انه يصير عليه اشي لانه المقطع اللي بعده والقصة اللي بعده راح تكون يعني متأثر عليه عشان نحط الصور لازم نرجع لمدخل او القبو منطقة القبو وعلى يسار الدرج على اليسار الدرج اللي بننزل منه منحط الصور ومنتفاعل مع هاي الصور شخصيتنا الان راح كانه يفتح باب سري هذا الباب السري راح ادخلنا الى هاي المنطقة اللي فعليا مليانة علاب البيرة والمشروب نحكي الكحولة ما في اش راح نعمله الا انه نمشي بخط مستقيم لنهايته زي ما انتوا شايفين هذا الباب اللي مضوي بالاضاءة البيضاء راح نتفاعل مع هذا الباب وندخل جو هاي المنطقة اللي راح نلاقي فيه خمس حبوب على الطاولة طبعا اللي كوني بعونكم تحاولوا تلاقوا تتحكموا فيهم لازم ناخدهم واحدة واحدة يعني زي ما انتوا شايفين انا عم بواجه مشكلة انه الكنترولر مش عارف فاصيبها بالضبط على الحبة من كتر ما هي صغيرة على ممكن انتوا تعملوا كراوتش اذا انتوا حبين عشان تسهلوا رؤية الحبة يعني كل الحبة انتوا بتاخدوها راح تفك واحد من هدولا السلاسل الى رابط الباب تبعنا لازم ناخدهم حبة حبة وللأسف ما منقدر ناخدهم كمشة يعني زي ما انتم لاحظين الاشرطة فعليا مش نحكي بصعوبة الالغاز ما بعرف يمكن لاني عم بعمل دليل بس مبدئيا يعني شكله باخر اللي بتابع الدليل راح نشوف النعبة سهلة بس لما تيجوا تلعبوها لحالكم لا راح تستصعب وشو لازم تعملوا راح نتفاعل مع الباب بعد ما كل السلاسل انفكت راح نشوف بعدين كل السلاسل ردت رجعت مرة تانية للأسف اللي راح نعملوا راح يطلع لنا الان مجموعة من البواب راح نتفاعل معهم واحد واحد اول باب راح يوقع ويوضح لنا انه في حيط مزدود يعني ما بدي احرق لكم شو اللي راح نصير بس لازم تتفاعلوا مع هاي البواب تاني باب في حبوب راح تنزل وثالث باب راح نلاقيه مسكر رابع باب راح نفتحه ونلاقي فيه كاسة كاسة المشروب واخر باب راح نفتحه نلاقي فيه واحد قاعد عن برسم وفنان مش عارف هل هي هاي ايستر ايج لا يرفير او لا وش هادا الشخص مجرد ما يخلص راح يطلع علينا وسكر باب بعدين اوتوماتيكي لانتفاعل مع الباب وشخصيتنا راح يفتحه هذا الممر اللي مليان ورق مكتوب عليه راح نمشي فيه لاخره ضلكم ماشيين فيه لنهاية هادا الممر زي ما انتو شايفين مليان كلمات اعتذار وكلمات حالة نفسية مش عارف انا شو كلمة سوى بس مبدئين عم بكب قال لانه احنا هلا منحتاج ايدينا التنتين فعليا فانتو يعني بتقدروا بالوقتها مش مشكلة راح نروح ونيجي نروح ونيجي اللي راح نعمله هلا فعليا نروح لاخر الممر ونرجع لاوله ونروح لاخر الممر ونرجع لاوله عبين ما المكان ضيق علينا زي ما لاحظته وبعدين الورق هذا يختفي من حولينا ويرمينا بمكان زي المنطقة هاي الكئيبة هذول الشخصيات ما راح يأذونه ما تخافوا ما راح يعملوا اي شيء اللي راح نعمله انه راح ننزل بهذا الممر اللي نازل نزول زي ما انتو شايفين كائنها فعليا صورة عن منطقة تعذيب بشكل او باخر يعني اللعبة فيها صور فنية نحكي جميلة عن هذا الشخص ادوين يعني انتو لما تدققوا بالتفاصيل راح تشوفوا انه هذول كل واحد فيهم بمثل ادوين بمعاناته النفسية سواء بشوفته للاشباح والضوار الغريبة او للتصرفات تبعته اللي راح نشوف مقطع يعني حلو فعليا بنهاية هذا الممر راح توصلوا الى منطقة زي الشاطئ المي وفي هذا القارب اللي امامنا راح نتفاعل مع القارب ونركب القارب تبعنا ونبلش عملية التجديف لا نوصل للمنارة اللي موجودة بفقنا يعني واضحة معنا بنهاية الطريق انه في منارة راح تشوفوا هلأ على يساركم ويمينكم يعني بشكل او باخر في بعض الصور الفنية برضو لحالة ادوين النفسية يعني زي على يسارنا هلأ في صور اللي له هو عم بشرب البيرة قدام شاشة التلفزيون اللي احنا قردي عشنا حالة زيها قبل هلأ للأسف يعني بصراحة الواحد بزعل انه يعني يشوف ناس يوصلوا لمستوى هذا من الحضيط يعني الحضيط هنا قدام شوي برضو راح تشوفوا لدوين وهو بنتحر اي واضح معنا بلوب عايش يعني بحالة مستمرة انه بنتحر طبعا للي حضر الفيديو البداية يعني شاف شو اللي صار للأسف يعني بكون فاهم شو هاي الامور وهي كأنه حالة دوين كيف عم بيعاني بالمشاكل النفسية تبعته يعني كأنه عايشين جوا دماغه يعني صراحة جدا اللعبة جميلة بهاي الامور يعني جدا رائعة وكل التقدير للمصممين بمجرد ما نكون قربنا او قربنا نوصل للنهاية راح يطلع لنا بروميت انه هنتخرهج من القارب وبعدين ما علينا غير انه نطلع هذا الدرج اللي راح يودينا للمنارة يعني بشكل او باخر ما في اش بخوف هون بس هي انه زب انتو شايفين هون شخصية تعلق ما عارفش يطلع الدرج مش عارف ليش اول ما نوصل لاخر الدرج الباب المنارة راح يكون بنهاية هذا الطريق الحجري اللي راح نتفاعل معها بعدين يمين راح ندخل هون على الخيار هون خياركم بمجرد ما تدخلوا المنارة صاحبنا اللي ظهر سابقا اللي كان يطلب منا نشرب المشروب اذا متذكرين على شاشة التلفزيون راح ارد يطلع ممكن تقعدوا وتسولفوا انتو اياه او مش تسولفوا حتى هو يحكي لان انتو ما بتحكوا اذا انتو حابين تاخدون يحكي تفاصيل اكتر بس مش مطلوب منكم فعليا ما عليكم غير انكم تطلعوا هادا الدرج الحلزوني اللي راح يوخذنا لنهاية المنارة او المنطقة اللي فيها الضو اذا انتو حابين تاخدوا تفاصيل قصة اكتر ممكن تحكوا معاهم وقعدوا بالكرسي وبصير يحكي معاكم عبما يخلص وبعدين بتقوموا بس انا اخترت اني لا خلاص اكمل يعني ما في داعي نضيع وقت ونعمل تطوير للفيديو الريدي اتوقع راح نكون داخلين بمدة اربع ساعات والله العليم يعني كنت امّل اخلصوا على ثلاث ساعات ونص بس للأسف يعني ما قدرتش بنهاية الطريقة هاد راح نفوت الى هاي المنطقة المليانة شموع في سلم راح نطلع مع السلم اللي راح نوصل بنهايته برضو في زي الشمعة راح نتفاعل مع هاي الشمعة وبعدين شخصيتنا راح يدخل بكات السين ما في اشي راح نقدر نعمله الا انه نحضره ونشوف تفاصيل هاي شكله هو وزوجته كيف كان شكله بني ادم محترم وهو سابق زي ما انتوا شايفين كاينه الزوجة بعدين تكتشف انه مش بس عم بشرب بينما كمان عم بتعاطى مخدرات وادوية مهدئة اللي احنا عم نخدها هلا فعليا يعني و بصير في نقاش يعني هدا كله كاتسين يعني ما فيش راح تعمله بس الواضح انه العائلة عم تتفرق بسبب مشاكل دوين النفسية ارجوك احدى لي احبتك دوين اريد ان اطلاعك naarerstبط الاكال الوضع ايها اهلا ايها امن لقد اطلاعك الهدفع وشكاكل اريد ان اعلم وبرك ارد ان اطلاعك احتمال ذلك هل اتستطيع مرتبطة دوين اعتقد اننا نت Опتماسين فيه BECAUSE WE ARE كيف انت تتعلمodo متشاكل كله مبالاة اتوقيت ان تتبقى ان تتركنا طبعاً زي ما تلاحظين ما فيش شي يعني أبعرف رسوم هي كان نقطة اعتراضي صراحة بس رسوم الوجه للشخصية جداً تعيس يعني وحتى معالم الزوجي هو أنا كنت بتمنى ألا راح تشوفوا هاي المقاطع الشخصيات المختلفة طبعاً للي بدقق بالتفاصيل فعلياً بشوف إنه الشخصية هذا قاعد عم بيحكي عن إنه أنا بدي أموتك يعني فعلياً على حالات التلات الشخصيات التلات اللي احنا عشناهم اللي هي الدولارس لما انتحرت بالحبل يعني وشنقت حالها وركان إنه مشلول أو رجلي يعني مش مناح والشخص اللي انطعن سبع مرات أو إنه خلعة الفك يعني كأنه هي نفس الروح اللي عايش المنزل هي عم بتطاردهم كلهم شخصيات أنت مقرأة الناس ينطعنك، أنا أنطعنك، أتطعنك، أتطعنك، أنت مخفضة لديك أم يؤمن هل تعلم ما عمتها، لا أريد أن أدفعك أموت، افعله أفسدك لا أستطيع أيضاك أن أصدقك أقتربك، نتعقنا، اقفتنا، وأخبرك إلى جهنم وأخبرك إلى أميك، أنت تتعياك يعني هذا الشريط يمكن شوي طويل خصوصا انه بالكتسينز تبعته بس مبدئيا يعني ما في اي شيء مجرد ما نرجع نتحكم بالكرسي الامام الباب رح يكون فيه الجزء الرابع من القناع الزجاج تبعنا ومجرد ما نأخذه رح الباب نقدر نتفاعل معه نرجع احنا زي ما انتم شايفين بالباسمنت خلف شاشة التلفزيون هاي الرئيسية والان انا اللي رح اعمله ان عم بدور على هذا المخلوق بهذا الرف بس ما فيش اشي رح ارجع الى شاشة التلفزيون تبعته عشان انبلش الشريط رقم 5 اربعة راحوا ضايل 3 رح نرجع الى شاشة التلفزيون زي ما انتم شايفين طبعا الرف اللي على اليمين التلفزيون هون فعليا هو المكان التاني اللي ممكن يطلع فيه هذا المخلوق الفضائي اللي احنا لازم نتفاعل معه عشان التلفزيون رح اخذ الشريط رقم 4 وارجعه للمنطقة او الفولدر تبعهم عشان يصير عملية اسهل انه نعرف اي شريط نختار رح ناخد الشريط 5 اللي اسمه البرائد او الفخر او العزة انا نسيت احطه مبدئيا بس مبدئيا رح نحطه بالمكينة والبي اتش اس ماشين وبرضو يعني ضلنا المقاطع اللي لازم يحلها بس مبدئيا هذا الحل تبعه جدا سهل هاي المي اول ما نغادر رح نلاقي فيه كاسة رح ناخد منها المفتاح طبعا هاي الكاسة ما رح تطلع الا ده حطيته اوضا للشريط بعدين رح نمشي باتجاه القراج رح نضوي طبعا الضو بس للأسف مش عارف ليش مش شغلش لان حرقة اللمبة رح نفتح باب القراج ونمشي منه باتجاه نطلع له الجزء العلوي من القراج طبعا تحاولوا دول قضوية ان شاء الله يكون حظكم احسن مني ان اللمبات ما تكون فقعت بمجرد ما تطلعوا الجزء العلوي مباشرة دغري رح تتفاعلوا مع هاي بعد بسندوق العد الأحمر تفشوه لآخر ايش بتفاعلكم معه يعني تحريك لليسار بعدين ادخلوا هاي الفتحة اللي رح تلاقوا فيه صندوق على يميننا نتفاعل من خلال استعمال المفتاح اللي اخدناه من الكاسة ناخد زي الرنج او الحلقة اللي رح نبالآن نغادر المنطقة ونروح اوين بدنا نروح لغرفة المانيكانز بي الباسمينت الغرفة اللي فيها زي الورق الازرق اللي انا بظن كنت الاخبط فيها عشان هناك حل اللغز طبعا فيه طريق ممكن يكون مختصر عن طريق القراج بس انا هون ناس اني افتحه يعني هذا الباب اللي كان على اليمين كان ممكن يودينا بشكل اقصر بس انا للاسف يعني ما بعرف ليش اطعبطت واخدت الطريق الطويل اللي بدكم اياه الباب هذي بتفتحه بالقراج مش ما غير مشكلة رح نرد الآن ونروح للغرفة تبعة المانيكانز اللي هي موجودة ورانا من بعد البيت الدرج على اليسار هايها طبعا هاي رح زي ما حكينا قريدي احنا عرفنا هنا غرفة المانيكانز اللي فيها الاشسام والتماثيل تبعة العرض الازياء من اللي استار الزرقة من روح يسار رح نلاقي في فتحه بالارض رح نستعمل فيها الرنج اللي احنا اخدناه عشان تصير هاي قابلة للاستعمال بعدين شخصيتنا بتفاعلنا معه رح يسحبها ويفتح كأنه جزء جديد من القبو يعني كأنه احنا الآن في منطق جديدة من القبو تبعنا اللي رح نكتشف بالنهاية انه كأنه مصنع يعني فعليا اشي غريب انه في مصنع تحت بيتك وانت مش عارف عنه بس هي اكيد هاي صور فنية وتشبيهية مش اكيد يعني مش طبيعي مية بمية انه في مصنع تحت منزله شخصيتنا رح ينزل بكاتسين لهاي الغرفة المنطقة اللي تحت اللي زي ما انتم شايفين فيه صوت غاز صار يهرر طبعا هون لازم تكونوا سريعين لانه اتأخرت ورح يتموت شخصيتكم بالغاز اول اشي رح نعمل ورح نطلع فوق الحنفية وانتفاعل مع الكرسي هاد ناخده ونكسر من خلاله القزاز بعدين نرميه للكرسي طبعا انا هون رميت الولاعة للأسف خدوا الولاعة لانه احنا رح نحتاجها بس مبدئيا خافوش في ولاعة تانية رح تكون رح ننزل من هذا الباب نعمل كراوش من هذا القزاز مباشرة على يميننا يا امجد يميننا انا هون الغلطت اليمين هون للأسف انا مش عارف شو كنت سوي عن بقرة شو انا كاتب رح نلاقي على يسارنا مبعد ما خدنا اليمين هاي الشسك والفاس اللي موجود للاميرجنسي اللي طبعا انا هون للأسف مش عارف شو اللي صار بس ما كان شخصيتي قادر يسحبه يعني انا بمس بتفاعل معه كارتي بس مش قادر اني انا ااخده ففكرت لازم اضب الولاعة استعمل ايتين وزبطت ما بعرف انتوا تجربوا مش قادروا باخذ شايفين الغاز بلش عب بالغرفة اللي رح نعمله بسرعة رح نرجع لنفس المنطقة اللي كسرنا منها الغاز ونكون نتفاعل مع الباب نتفاعل مع الكرسي عشان نقدر نطلع مرة تانية بنعمل كراوش وبنهاية البمر مدغري زي ما انتوا شافين في جزء من الحياة متكسر رح اتفاعل معه باستعمال الفاس طبعا بادي اذا الفاس ما كانش باديكم ما في ايش رح تعملوه طبعا شخصيتنا رح يبلش طبعا لو كنتوا انتوا اسرع هذا الحكي ما رح يكون ظاهر معكم بس انا لانه عانيت باخدي للفاس هلا اذا ما معكم ولاعة في هايها ولاعة وراكم لانه للأسف عشان تدخلوا هذا النفق لازم يكون معكم ولاعة اللعبة بتمنعكم تدخلوا اذا ما معكم ولاعة رح نعملو هلا نمشي بهذا النفق بخط ضغري ما في اشي الا انه ستريف زي ما حكيت لكم اذا ما كان في ولاعة بايدكم اللعبة ما رح تسمح لك انك تدخل رح تقول لك لاقي اشي يضوي لك طريقك لانه زي ما انتوا شايفين هي معتمة بس يعني اجباري هالمرة يكون معك ضو طبعا الممر شوي يعتبر طويل عبيما توصلوا لنهايته شوي بدي وقت يعني رح تلاقوا انه بنهايته الممر رح تلاقوا فيه فتحة بالسقف بس اريد انا لسه مش وصل لها بس انا عم بنبهكم اذا انتوا كنتوا اسرع مني وعم تمشوا اسرع من الفيديو اي الفتحة بلاشت تظهر معانا اوتوماتيك اول ما نوصل لها شخصيتنا رح يتفاعل معها لحاله ويتسلقها رح ترد ترجعنا وين زي ما انتوا شايفين للقراج لسه ما خلصنا الشابتر فعليا وما خلصنا لشريط من الشابتر زي ما انتوا شايفين فيه اثار رجلين دم رايحين من هذا الباب اللي انا هون للأسف مش عارف ليش ما فتحته باستعمال المفتاح بس اخذت برضو اللفة الطويلة اللي ترجعني للباسمنت بتأمر تكونوا انتوا اشطر مني وتستعملوا مفتاح القراج عشان تفتح هذا الباب لانه هذا طريق مختصر بيوديك على المنطقة من غير ما تلف اللفة العبيطة هاي مرة تانية رح نرد نرجع الان مرة تانية الى المانيكان روم زي ما انتوا شايفين رح بعد ما نوصل لها رح نلاقي طبعا انا هون ما ضيعت واخدت الطريق الغلط ما كنتش عارف وين بدي اروح وين بدي اجي بس هون لازم شباب تروح على غرفة المانيكانز انا هون ما يعني ما بعرف انا بحكي لكم الباسمنت للأسف هي اكتر اشي بتضيعني زي ما انتوا شايفين اذا اثار الدم والرجلين هايها ماسي معانا بشكل دغري اللهم انه الان شو اللي رح نصير انه رح نلاقي بنهاية المكان اللي احنا فتحناه الجزء الراب الخامس عفوا من القناع الميرور ماسك تبعنا طبعا زي ما حكيت لكم الطريق اللي من باب القراج لو اتفعلته فيه بمفتاح القراج فعليا كان وصلكم لهون بشكل اسرع من اللفة العبيطة تبعي هيك احنا صرنا بجمعين خمس اجزاء من القناع وضايلنا جزئين عشان نختم القناع يعني فعليا ونجمعه رح اردنا ارجع مرة تانية لغرفة التلفزيون بس الان انا عم بدور على هذا المخلوق الفضائي اللي هو بهاي المنطقة وزي ما حكيت لكم ممكن يكون بالرف التلفزيون الرئيسي اذا انتوا برضو اناقص معكم واللعات والشمع هلا الشابتر اللي بعده او الفيديو اللي بعده فعليا فيديو او منطقة صعبة يعني اديروا بالكم انا هنا بس قرأت على الانترنت انه فيه glitch اذا كان معكم شمعة بايدكم ممكن انكم تخلوها ضاوية وتمشوا فيها بس انا جربتها يعني للأسف لما وصلت بهاي المنطقة وما ضبطت يعني فانتوا ما تضيعوا وقتكم زي ما انا سويت يعني عادي ما تاخدوا الشمعة ما تضيعوا الوقت ما تضيعوا المساحة التخزينية ما تضيعوا ابدا اي اش الشمعة ما رح تفيدكم اللي رح نعمله هلا انه رح نرجع للشريط رقم ستة هذا الشريط مالية من اصعب الاشرطة مش بسبب الغازو بس بسبب انه فعلا برموك بمنطقة جدا وسخة للأسف متل العادة رح نسحب للشريط رقم خمسة من المكينة طبعا انتوا الكاميرا زي ما انتوا شايفين انا خلصت منها رميتها لانه ما في الها داعي لانها ما راح تفيدنا راح نحط الشريط رقم خمسة وناخد الشريط رقم ستة اللي هو اسمه بريزن السجن اللي هو زي ما حكيت والله انه فعلا صعب يعني فعلا يعني كنت للحظة انه شفته رح يكون صعب ويمكن مش اي حدا رح يقدر ينجح فيه بسبب انه برميك بمنطقة معتمة ما في اي شي رح تقدر تعمله مجرد ما حطيته هذا الشريط زي ما انتوا شايفين مباشرة شخصيتنا انجن ما بعرف ليش الامور النفسية تبعته ارتفعت فانا اخدت حبي عشان اهدي وحل اللغز تبعا اخدت حبتين حتى شكري مش حبي واحدة للأسف طبعا زي ما انتم ملاحظين انه ايش صار معي انا بخلص احبوب يعني هذا ايش بتمنى انتم ما تواجهوا حل اللغز اللي بعده رح يكون بيه برضو اللي رح ننزل فيه بنهايته باتجاهنا لا شاشة التلفزيون مرة تانية امجد بس اللهم الان او عفوا للمانيكان روم الى غرفة المانيكان روم اللي احنا سابقا اخدنا منها يسار الى الجزء الهاد بس هالمرة رح نستمر منها دغري الى هاي المنطقة اللي رح نمشي فيها وبعدين شخصيتنا رح يصير فيه كاتسين ويتصير يطلع على هذا اللمبة اللي بتضوي وبعدين مباشرة بس تقدر تتحكموا بشخصيتكم مرة تانية يلفوا ونرجع من الطريق تبعنا اللي رح الان يرمينا بهاي المنطقة اللي جديدة هلا هون رح تبلش صعوبة المنطقة فعليا هون رح تبلش صعوبة لانه زي ما انتم شايفين هي عبارة عن ممرات ممر متقسم يمين يسار بعدين ممر متقسم برضو يمين ويسار هلا هدول الحيطان اللي هون اللي شفناهم اللي على اليمين واليسار بعدين دغري يمين ويسار وفي هاي الشكوش اللي مقابل لانه فعليا هدول هم اللغز طبعنا لغز هاي المنطقة فهون شو بدنا نسوي يعني انا فعليا وقفت الفيديو اللي رح نعملوا ان احنا بدنا ناخد هاي الشكوش تبعنا اول ما تاخدوا هاي المطرقة او الشكوش رح الدنيا تعتم وفعليا ما رح يكون ضاوي من هاي المنطقة الا لمبتين اللي رح يرشدوك بس لخط النهاي اللي هو هاي المنطقة اللي رح نعملوا فعليا اننا بدنا نروح نكسر الحيطان الاربع اللي موجودين على اليمين واليسار من الممر وبشكل وباخر نرجع لخط الاكزت عشان نقدر نستمر بس مش عملية سهلة لانه مش بس انه احنا مش شايفين طريقنا بس كمان لويس رح يكون يطلعنا بشكل عشوائي ممكن بالعتمة وتلاقي عم بطاردك هذا الوحش او الشبح فاحتمال تلاقي حالك عم بتموت وانت مش شايفه تكون ماشي بالعتمة وتلاقي بعدين شخصيتك عم بموت اشي رح يستفزك اكيد انا ما بنكر لانه فعليا يمكن جربتها اربع وخمس مرات بالاضافة انه هاي المنطقة نفسها فيها achievement لازم انك تلاقي يعني فعليا اذا ما سويته هون ما رح يزبط لازم انك تاخد صندوق من حيط من هاي الحيطات وتوديه لحيط تاني عشان تتفاعل معه عشان تلاقي وتعمل هاي achievement فالزيادة تطين بلي فعليا انك انت مش بس عملية انك بدك تكسر حيطان وتهرب بس لا بينما رح تشوف انك تاخد صندوق وتمشي فيه وتوديه لمنطقة تانية عشان تاخد achievement اللي هي يعني فيها easter egg ل the shining اذا حدا بيعرف فيكم افلام الرعب رح ارد اكمل الفيديو واتمنى انكم ان شاء الله انكم ما تكرهوني بسبب انه فعلا هاي المنطقة رح تكون جدا معتمة وشو ما عملت انا سويت رح تكون الرؤية فيها تعيسة سيما انتم شايفين اول اشي لازم نعمله ان نضب اي اشي موجودة بيدنا عشان نقدر نستعمل المطرقة بشكل كامل لانه احنا بنحتاج عشان نكسر الحيطان وعم بحاول كنت هون ان اسوي جلتش الشمعة بس للاسف ما اعرف ما ازبط معي وقلت خلص خلينا اجربها بالطريقة العادية والرسمية اللي مطلوب يعني فعليا منها بس لسه انا مش عارف ليش هدول الاغراض بايدي بس مبدئيا يعني انتم ارموا الاغراض او مش ترموا الاغراض اضبوا الاغراض بشكل كامل وخلوا ايديكم متاحة لكم تستعملوا المطرقة الولاعة ما راح تفيدكم ضبوها يعني انا مش عارف ليش ما زلت عم بحاول اطعابط واكون احسن من اللعبة الاول ما تاخدوا المطرقة وتلفوا راح تشوفوا لويس هاي بوجهكم واللعبة طبعا راح تطفل اضاءة اول ايش راح نعملوا نروح يمين راح نمشي باتجاه الحيط بنفس الوقت ضلوا اكبسوا الار بي عشان تشغلوا المطرقة زي ما انتم شايفين هاي الحيط راح ينهد هاد اول حيط هينهدنا الاحتمال اللويس يعني ييجي طارتكم ممكن بشكل مش زي ما يطلع عندي يعني هذا اشي راح يكون راندوم طبعا كل فترة وفترة خدوا دواء عشان يعني تقللوا احتمالية وجود لويس فيكم بالمنطقة انا للاسف هم بلشت يعني تخلص عندي الادوية فانتوا ان شاء الله بتمنى تكونوا اشطر مني بادارتكم للادوية راح اروح باتجاه بالموازي للاول حيط كسرناه ونفس الاشي زي ما انتم شايفين مش واضح انا فعاليا وصلت للحيط ولا ما وصلت للحيط بس هو صوت لا تشكوش اذا خبط بالحيط بعرف انه انا هنا وصلت خبطوا بسرعة لانه زي ما انتم شايفين شخصيتنا بنجن هاي غرفة الطفل اللي انا بحتاج الصندوق عشان اوصل لها راح اروح درجة على نقطة بس اللهم او عشان ااخد دواء زي ما انتم شايفين وجودنا بالعتمة بيخليه ينجن يعني باكتر من مرة كان يطلع لي وانا ماشي بالعتمة بيووتني فما بعرف هذا الحكي راح اصير معكم ولا لا راح نمشي الان دغري وحاول نمشي بشكل ملزق بالحيط هاد لبعدين نلاقي شخصيتنا لحاله راح اليمين يعني لانه يمكن انتم تتجاوزوا وضلكم خبطوا لتلاقوا حالكم اسمعتوا صوت التخبيط هاي صوت لواز ظاهر معنا هذا ثالث حيط هاينا كسرناه هلا شوف لحسنا الحظ لواز هايو ايجاني راح تشوفو او مش هلا عفوا راح يجينو لواز بعدين مش هادا هذا الصندوق اللي انا لازم احمله عشان اوديه لغرفة الطفل اللي بحتاج اطلع من خلاله عشان اوصل للغرفة والاقي بعدين الفاز تبع فرم شانق راح نستمر بخط دغري زي ما انتم شايفين واضح بعرفش بالكاميرا من عندكم او الصور عندكم في نوع من انواع الاضاءة الخفيفة اللي بتورجين الحيط راح نمشي لها بخط دغري وبعدين نكسرها يعني اذا ما احكيت لكم هاي المنطقة انا ما بنكر وهي صعب جدا اول ما تكسر هذا الحيط المطرقة تبعدكم راح تختفي الان انا لحسن حظي هاي لواز ايجاني يعني الله ستر انه ما كان طالع لي بالعتمة راح اعمله مباشرة اروح ااخد هذا الصندوق اللي موجود بهديك المنطقة واركد فيه لغرفة الولد اللي هي موجودة على يمين المخرج هاي باستنى لواز يجيني عشان الف من حواليه باخد هذا الصندوق وبركد فيها اللي بتمنى انه حظكم يكون احسن مني طبعا زي ما انتم شايفين لازم يتدوروا على الممر المضيء اللمبتين اللي ضايلين بعدين مباشرة منه بتروحوا يمين وتحطوا هذا الصندوق اسفل المنطقة هاي المفتوحة بعدين راح تلاقوا فيه كبسة انكم تتسلقوا طبعا هون لواز اختفى ما بعرف للسات وراح تتلاقوا انه فيه كبسة تطلع وتوصل لغرفة الولد راح تفتحوا باب الخزانة اللي على اليمين باب الخزانة اللي على اليمين يا امجد هيا اللي ضاوية مجرد ما تفتحوها راح تلاقوا فيها الفاس اللي هو من فيلم the shining special gift هلا هون للاسف انا صار عندي مشكلة انه انا طفيت التسجيل او التسجيل طفى معي فما ورجعتكم هلا بس ما عليكم غير انكم توصلوا للمخرج يعني بس روحوا يمين يعني انزلوا من نزلة الولد هاي وبعدين روحوا يمين مباشرة بتلاقوا المخرج وبتلاقوا جزء القناع هي ملزق بالحيط بس تاخدوا جزء القناع هذا مباشرة الحيط راح ينهار وخلاص بتقدر انك تطلع يعني ولوس راح يختفي فعليا بعد ما انكم تاخدوا هذا القناع ما راح يكون فيه خطر بس احتمال اموتكم اثناء نزولكم من غرفة الولد بس اردنا احنا اخدنا الـ هيك بنكون ختمنا فعليا اصعب فيديو او اصعب الشريط بهاي اللعبة يعني بقول لك يمكن حتى اصعب من الالغاز الرسمية لانه جدا المنطقة معتمة وزي ما انتو شايفين انا شخصية نجن وخلصت ادويتي يعني هون شو اللي صار معي فعليا انه انا اه للأسف الادوية تبعتي بلشت تشطب ويعني بالاخر وصلت لمنطقة مزدودة اني انا اضطريت عمل لود صراحة بديش اكذب عليكم احكي لكم اني عملت لود لانه زي ما انتم شايفين ضل اخر بس حبتين واكتشفت بالنهاية بعدين انه اللعبة شطبت بطلت فيها ادوية بالنسبة لي اللي راح نعمله هلأ انه راح نختم اخر شريط شريط رقم سبعة عم بستنو هون شخصيتي انه يهدى ويروق اخدت فعليا اخر حبة ضاير حبة واحدة عندي بعدين الحمد لله راح اضني لحالي وزي ما راح اواجه فعليا انه صرت اموت بشكل كتير لانه بالاخر شخصيتي صاري نجن ويعني ما في دواء انه يعالجني راح نسحب الشريط رقم ستة بريزن اللي هو فعلا من ازنق الاشرطة ونرد رجع مكانه وناخد اخر شريط اللي اسمه الافليكشن طبعا يعني اخر الشريط انا ماشي بالترتيب من اول الاخره ومجرد ما تحطوا هذا الشريط طبعا نفس الاشي التلفزيون راح يرضلكم وين الدليل طبعا هذا برضو الفيديو الحل والدليل تابعه بس قبل لازم نرد نرجع ناخد الكرو بار او اللي هو الشيء الحديد اللي احنا استعملنا عشان نفتح الشباك بشابتر دولوريس اللي هو راح نلاقيه بغرفة المستودع مباشرة من الدرجة بنمشي بنستمر وهي على يمين غرفة المستودع راح نلاقيها الكرو بار ناخده بعد ما ناخد الكرو بار راح نرجع على نفس الاشي لاول غرفة بشابتر دولوريس اللي هي الغرفة اللي فتحناها باستعمال المفتاح اللي كان معلق الغرفة موجودة بالممر الفاصل ما بين الستادي روم والمدخل هايها على يسارنا طبعا لازم نضب الولاع عشان نتفاعل مع الكرو بار ايدينا الكاملات انا ضويت الضو هون ومجرد ما انكم تضب الولاع اكون ماخد ايديكم التنتين راح تتفاعلوا مع الارضية اللي شخصيتنا راح تبلش يخلع الالواح الخشب هاي عشان يكشف جزء جديد من المنزل يعني تقريبا هو نفس الجزء اللي احنا فتحناه سابقا بغرفة المنيكان بس المرة راح يكون بشكل اوسع هون فعليا كأنه مش عارف صراحة كأنه منبلش نشوف قصة لويس يعني لانه راح تشوفه في ذكر للويس فيها لهاي القصة راح ننزل بهذا الخندق او النفق وطبعا نستعمل ولا عشان نضويه طبعا الكروبار خلس بتقدروا تضبوف عاليا بس انا ما زلت حاوي بايدي يعني زي ما انتم شايفين شخصيتي عم بتأثر بشكل نفسي جدا واضح راح نعمل كراوتش هون وننزل ونوصل لهذا الباب اللي راح نتفاعل معه متل باب الغواصة ورح ندخل نشوف هذا المصنع راح نضلنا ماشيين بخط ضغري ما في اشي راح نسويه مش عارف اتوقع ان الكروبار لسه بحتاجه اتوقع مش متذكر اتمنى انكم ما تكونوا رميتو اذا راح نحتاجه بس عما اذكر ان انا احتجته صراحة ما اتوقع بنهاية الممر راح نطلع هذا الدرجة اللي على ايد اليمين تبعنا راح نمشي فيه ونوصل بنهايته برضو ناخد منه يسار برضو منه راح ناخد يسار راح نلاقي فيه زي الكنترول هاي نستوينكبس الكبسة اللي راح يحرك لنا هدول مجموعة البايبس المواسير راح نرد نرجع الان مرة تانية من نفس الطريق تبعنا يعني هون بتحس حالك بلعبة اليمين صراحة خصوصا مع هذا التنقيط اللي نازل من السماء يعني من السقف للعب فعلا لعبة اليمين اذكرني فيها صراحة يعني الاجواء الموسيقية راح ندخل يسار الان بعد ما طبعا انشالت هاي المواسير والبرضو نروح يسار باتجاه طريق راح نلاقيه بالتفرع يعني بيروح فينا يمين ويسار ممر لينيار ما في اشي يعني فعليا نظلنا ماشيين فيه باتجاه اليسار بعدين راح ننزل الدرج اللي صغير هاد اللي وصلنا برضو الى باب برضو زي ما حكيت شبيه بباب الغواصات والسفن راح شخصيتنا يتفاعل معا بكاتسين وانتحس عن جد انها لعبة تروع بلعبة رعبة يعني انه في اشي راح يطلع لك هلا يعني اول ما نقدر نتحكم بشخصيتنا راح نروح يسار من هذا الطريق باتجاه الدرجة على يسارنا وهنستمر بهذا الممشى راح نلاقي انه في غرفة على يسارنا يعني ممر تاني راح نمشي منه يمينة هلا هون ديروا بالكم فعليا لانه مباشرة اول ما تاخدوا هذا المفتاح اللي موجود على الطاولة هاي او الرف ونحاول نرجع راح نشوف انه لويس هاي يرجعنا وجاننا وتركدوا مباشرة باتجاه الطريق لتوصلوا لهاي الطاولة اللي راح تتفاعلوا معها او تطلع عليها بعدين تتفاعلوا مع هاي الفتحة وتطلعوا من خلالها طبعا هاي الطاولة وهاي الفتحة ما راح نقدر نستعملها الا اذا طلعنا لويس يعني اذا ما طلعنا لويس لازم انه يبين معنا اللي هو باخدنا للمفتاح ومحاولة خروجنا وبعدين منهرب طبعا هذا الممر يعني زي ما انتم شايفين انه هون ضيعت انا مش عارف اوين بتطلع يمين ولا يسار بس فعنيا اذا انتم ضيعتوا زي ما عليكم غير تكبسوا بس لقدامي يعني بس اضغطوا فورورد وراح تشوف انه شخصيتك لحاله ماشي دغري وبيلفلف من غير اي مشكلة الكاميرا نعم ممكن تكون مختلفة بس انه راح اضلوا ماشي دغري بنهايتها راح نتفاعل مع هاي الفتحة وننوقعها ونرد انه طبعا ندخل بكاتسين اللي شخصيتنا راح يوقع او يعني ينزل من هاي الفتحة مباشرة اول ما تقدر تتحكم فيه اللي راح نعملو راح ننزل عفوا من الدرج اللي على يسارنا ونستمر بدو خط دغري بالدرج المقابل له هذا الباب راح نفتحه هلا كمان شوي راح نستمر من هذا الدرج ونروح لنفس الاشي لممر اللي راح يلاقينا انه في مدخى او في غرفة على يسارنا الان صارت غرفة زي الغيرات وهي الخزين راح نروح منها باتجاه اليسار راح نلاقي انه فيه خزانة هاي واضحة معنا مليانة زي الوسخ الاسود هاي خزانة لويس راح نتفاعل مها بالمفتاح اللي اخدناه من المطعم ونلاقي فيه اكسس كارد لا فعليا لويس يعني لما تشوفو بعدين راح نرد نرجع من نفس الطريق المرة اللويس ما راح يطلع عنا راح نرد نرجع من الغرفة هاي يمين نرد نرجع لهذا الباب اللي انا حكيت لكم راح نفتحه الان بالاكسس كارد اللي راح يخلينا ننتقل الى القسم التاني تفاعلنا معه بالاكسس كارد راح يفتح النا هذا الباب راح نتفاعل معه يدخل شخصيتنا برضو بكاتسين بنهاية الممر هذا راح يكون فيه باب لونه احمر عذروني اذا بالالوان عم بحكي ايش غلط بس انا عندي عمى الوان مشان هيك راح نتفاعل مع هذا الباب والان شخصيتنا يشوف هاي المنطقة اللي فيها شجرة بالنص راح نمشي فوق هاي الماسورة الباب لنوصل اذا البير ايو بير موجود بالنص ما تقافوا ما راح توقعوا يعني امشوا عادة بخدورة اللي توصلوا مع هذا البير اللي اول ما تقربوا منه وتتفاعلوا مع هاي التفاحة شخصيتنا راح يدخل بكاتسين اللي هاي التفاحة فعليا راح تكتشفوا انه هي جزء من النهاية السيئة وهذا البير برضو هو جزء من النهاية السيئة بس يعني ما بدي احرقلكم الكصة بس يعني بشكله باخر هاي التفاصيل اللي يعني بيهتم بالتفاصيل شخصيتنا راح يدخل بكاتسين ويتفاعل مع هاي التفاحة اللي صراحة لونها كتير أحمر زيادة عنه زوم رح نوخدها ما رح نوكلها طبعا بس رح نوخدها ونتطلع عليها وبعدين رح نصير إنها تموت متوقع بالبير هذا اللي إحنا لسه رح نشوفه بالنهاية النهاية الحزينة أفوا اللي رح نصير هلأ إنه في جثت رح تصير تطلع من المي هذا كانت سيني شوي طويل يعني عبما تشوف الجثت هاي تطلع شوي شوي موسيقى طبعا هاي لوس ما حبيت أحرق لكم المفاجأة بس هون أنا صراحة أنا قزت لوس رح يسحبنا لهذا البير اللي بعديها بشخصيتنا رح يبلش يصحى طبعا بس يعني شوي رح يوخد وقت طبعا تقدروا تسترجع شخصيتكم وهينا يعني زي ما انتوا شايفين ارجعنا لغرفة البويلر بس هالمرة إنه إحنا البويلر متفجر ما بعرف شو اللي صار خلاه زي هيك تفجر رح نلاقي إنه الجزء الأخير من القناع هي موجود سنرد نقدر نتحكم شخصيتنا رح نأخذ هذا الجزء الأخير الحمد لله أنا اللي سويت إنه عملت سيف إذا ما انتوا شايفين 96% أخذتنا بهذا القناع فعليا هي بتخلينا نصير 100% طبعا بنهايته لما نأخذ هذا الجزء رح يكون ختمنا فعليا اللعبة بشكل كامل لأنه خلص إحنا جاهزين للنهاية بس إحنا لسه الفيديو تبعنا رح يضال شغال لأنه فيه أتشيفانس رح أورديكم كيف تأخذوها كيف تأخذوا النهاية الحزينة وكيف تأخذوا النهاية السعيدة وبعض المسلونيس أتشيفانس اللي رح نسويها اللي رح عمله هلأ إني رح أرد أرجع إلى إنه أتوقع غرفة النوم أتوقع ناسين وتفاصيل سعيني أخذت فيه ولعها زي ما أنتم ملاحظين أنا اللي صار عندي نقص بالأدوية فمشان هيك يعني رح أواجه مشكلة اللي بالنهاية خليني أضطر أعمل لود كل فترة يعني اللي رح أصير هلأ فعليا رح تشوفوا إنه أنا رح أخذ أتشيفانس أسويها بعدين أعمل لود لأنه لويس رح أصير يطلع لي بشكل متكرر لأنه ما عندي أدوية وشخصيتي بمروره بالعتمة رح يبلش إنجن فأنا يعني للأسف طريت إن أظن أعمل لود يعني أنتوا ممكن تكونوا أحسن حظ مني فما أفرق هلأ النهاية الحزينة بتبلش بيه هذا الحيط اللي هو فعليا إحنا أنهينا شاب طرقان لإله هاي النهاية الحزينة هلأ لازم يكون الكروبار بإيدنا عشان نتفاعل معها هلأ هاي النهاية الحزينة ممكن نسويها فعليا إحنا بداية اللعبة يعني فعليا ما بتحتاج بس لازم يكون معنا الكروبار فعليا فلازم نكون ختمنا شابتر دولوريس عشان نقدر نسويها طبعا شخصيتنا رح يبلش الآن يكسر هذا الحيط اللي هو إذا ما حكيت لكم مقابل غرفة المستودع اللي رح يصير بالنهاية الحزينة إنه لازم ننتحر إحنا سبع مرات يعني فعليا مجرد أول ما شخصيتنا يكسر هذا الحيط رح نتفاعل معه وندخل بممر اللي بالنهاية رح يرجعنا لغرفة البداية اللي إحنا فيها سوينا اللي سويناه بالكاتسين الأولي ما بدي أحرق المقطع للي لسه ما حضر اللعبة وما لعبها زي ما نحن شايفين هذا المسدس رح نتفاعل معه شخصيتنا رح يدخل بكاتسين اللي أنه يشيك على عدد الرصاص وتعطيك الأوبشن أنه صوي بمسدس على رأسك أو بي أنك ترمي نحن رح نكبس إيه عشان شخصيتنا يصوي بمسدس على رأسه طبعا رح يأخذ وقت فعليا ما بعرف شو السبب التأخير هل هو مني ولا من اللعبة بس زي ما انتم شايفين يعني كبست إيه بس شخصيتنا أخذ وقت نرفعه رح يعمل له عملية تلقيم وبرضه رح يدخل بفيلم دراما ورفعته للمسدس بعدين اللعبة رح تعطيك أوبشن أنه إيه عشان الطخ أو بي أنك ترمي نحن بدأ نطخ ورح نأخذ الاتشيفين لناك أنت استعمالك للمسدس لهاي أول مرة من نكون موتنا حاننا فيها إحنا عشان نوصل للنهاية الحزينة أو النهاية التعيسة لازم نوت حاننا سبع مرات ستة طبعا كل مرة رح تشوفوا لما نرجع هون رح تلاقوا أن المسدس خسر رصاصة كل مرة رح ترجع له هاي روف فهتلاقوا أن المسدس خسر رصاصات لنخلص الستة والمرة السابعة نرجع نطخ حاننا برصاصة مش موجودة وبتنتهي اللعبة طبعا شخصيتنا رح يرد يرجع له هاي الغرفة اللي هي فعليا المتقل تبع القراج من مقابل غرفة البروغراس روم بس طبعا كل مرة بتموت رح ترد وترجعه كبداية اللعبة إذا متذكرين ورح تعمل ريسيت اللعبة من ناحية حتى التليفون وكل إشياء بس ما رح تعمل ريسيت لتقدمكم وأغراضكم ما تخافوا اللي رح أعملوا أنه أنا أسوي save أكتر من مرة عشان بس أنه أنا أستعملوا أسوي النهاية الحزينة وبنفس الوقت النهاية السعيدة عشان ما يعني نرد نندم على أنه ما سيفنا سيفوا أكتر مرة اللي رح أعملوا هلا فعليا بهذا الفيديو أنه أنا رح أبلش أختم المسلانيس achievements اللي هم أنك أنت تجمع ما تبقى من الألعاب تستعمل microwave تشرب الhot chocolate في بعض الachievements وتحصولك على المجلة برضو الكوميكس كل هاي الشغلات أنا أجلتها لنهاية الفيديو لنهاية ما ختمنا اللعبة بشكل كامل يعني فعليا هيك بتكون أريح لإلكم وإنتوا إذا حابين تمشوا معايا عشان توصلوا لهدول الachievements هذا رح أكون تكملة إذا حابين توصلوا للنهاية النهاية فعليا القناع موجود بالبروغرس روم بتفاعلكم معاه راح تكونوا ختمتوا اللعبة بس لازم تمشوا شوي لقدام فرح أكمل الفيديو وننطلق بتختيم ما تبقى من الachievements إن شاء الله أول شيء راح أعمل بهذا الفيديو أو التكملة إني أجمع الألعاب الروسية هدول اللي هي أول شيء موجود بالبروغرس روم بروح يمين بتلاقوها هايها متخبية تحت بالطاولة هاي أو بالرفض إحنا فعليا جمعنا ثلاثة بشابتر لوسي على ما أتوقع هاي رقم أربعة الآن راح نكمل طبعا ما تبقى من هدول الألعاب اللي راح نرد نرجع نكمل تجميعهم اللي يمشوا معايا أنا صراحة ناسي وين هم أماكنهم بس مبدئيا أول واحدة كانت هايها بالبروغرس روم طبعا في هاي اللمبة طبعا زي ما حكيت لكم في اتشيفن صلحوا واحدة من اللمبات أكيد يعني أغلب الظن إنكم أخدتوها اللعبة بعدها راح تكون موجودة بغرفة نوم الأهل على ما أتوقع بس أنا عم بحاول أضول إضاءة اللي هي موجودة بالدرج أو الرف هذا اللي موجود آخر درج بجهات اليمين هيك بنكون خمسة اللي بعدها راح تكون على ما أذكر إنها بغرفة الولد أنا الآن باتجه لغرفة البنت بعدين ذكرت إن غرفة الولد هي على اليسار أنا هون هاي انتبهت إنها هاي غرفة البنت هون مش غرفة الولد نحن بدنا نروح لغرفة الولد اللي هي على اليسار من الدرج أو اليمين من الحمام حسب شو أنتوا جايين راح تلاقوها موجودة بزاوية متخبية ما بين الخزانة والكاراتين هاي وعرفش إنها واضحة معكم بالفيديو بس هيها راح تكون قابلة إنكم تتفاعلوا معها هيك بنكون ستة اللعبة اللي بعدها راح تكون على ما أذكر يا أمجد إنه بالمطبخ إذا ذكرتي منيحة لساتها أتوقع هاي شخصيتي رايحة المطبخ راح تلاقوها بالرف أو الخزانة اللي على عيد اليسار خلف المايكرويف هدا المايكرويف راح نرجع له بعدين هيها موجودة بس الخزانة سكرت بوجهي هيصلنا سبعة اللعبة اللي بعدها آآ تمانية وتسعة راح يكونوا بالقبو بالباسمنت هذا إيش أنا متأكد إنه موجود ياس بالباسمنت زي ما انتم شايفين أنا هون ضيعت كيه بدي أرجع يعني بعرفش ليش اللعبة عن جد هيك عاملة تأثير نفسي علينا بظن أنسى الخريطة اللعبة رقم تمانية راح تكون موجودة بالمصرز محمد بالقراج لا مش بالقراج أمجد اللي هي موجودة بغرفة التلاج عفوا اللي مقابل التلفزيون راح تكون متخبية بزاوية لما تفتحوا هذا الفريزر تفتحوا راح تشوفوا إنه برضو مش واضحة معنا بسبب إنه الإضاءة مش كتير قوية بس هايها موجودة بالزاوية هاي غرفة هاي لعبة رقم سبعة أنا أنا ستة عداد مش عارف سبعة توقع وطبعا أنا هون عم بحاول أدور على أدوية بس للأسف زي ما انتم شايفين اللعبة مرة واحدة قررت إنها تمسح لكل إشي كان موجود عنو كانت هاي الغرفة مليانة أدوية وولاعات بس ما بعرف ليش هيك اللعبة حقدت عليه اللعبة اللي بعدها راح تكون موجودة بغرفة المانيكان بنفس الطريق اللي احراحنا فيه لشاب المنطقة الزنخة تبعت الفيديو رقم تمانية بس راح تكون متخبية بشكل ذكي جدا ما بين عتبات الدرج مش هاد الدرج الدرج اللي فوقه مش هاد أمجد الدرج اللي فوقه لما تيجوا تطلع عليها راح تشوفوها هايها واضحة هيك منكون تمانية ولهم عشرة والله ناسي أنا صراحة كم لعبة بس مبدئيا طول من تماشين معي بالدليل راح تكونوا إن شاء الله عنكم تأخذوا كل شيء آخر اللعبة راح تكون فعليا بالرف اللي موجود اللي وصلنا عليه بالقراج إذا متذكرين في منطقة جديدة فتحناها لما حركنا السندوق العد الأحمر أنا لهون رجعته بس عشان شخصيتي ما يخفش عقله حاولت أدور على إضاءة إنه أهديه بس ما تأثرش فرح نرد نرجع للقراج ونروح للمنطقة اللي فيها صندوق العد الأحمر اللي إحنا حركناه عشان نأخذ الهندل اللي فتحنا فيها فتحة جديدة بالمنطقة أو غرفة المنيكان إذا متذكرين هذا قراجنا أنا هون عم باخد آخر حب الدواء عندي فعليا يعني هون خلاص أنا ورطت وللأسف دخلت بحيط إني اضطريت فعليا أظن أعمل ريلود للسيف اللي أنا سويته عشان لأنه شخصيتي ضلوا للأسف يموت ولووس يضلوا يموته فالآن هاي إذا بدي أطلع المنطقة هاي اللي على الدرج إذا ما انتم شايفين لووس عم بطفيل الأضوية وهذا صندوق العد اللي إحنا حركناه وهاي الفتحة اللي دخلناه اللي أنا كان ممكن أحكي لكم تأخذوها أول ما دخلنا المنطقة هاي بس ما بعرف ليش اخترت إني أنا أعمل تقسيم للفيديو هاي كأخذنا لآخر واحدة منوخذ اللي هي إنك تحصل على كل هدول الألعاب اللي هم تسعة وعشرة بس مبدئيا هاي أمورنا طيبة أنا راح عملت سيف هون بس مبدئيا هذا السيف اللي ما استفت منه لأنه من غير أي أدوية بس أنتم إن شاء الله يكون حظكم أحسن مني ويكون اللعبة كريمة معكم من نهاية الأدوية أنا لأنها مسحت لكل إشي يعني غرفة النوم وغرفة الكهرباء كل إشي كان موجود اختفى اللي راح عمله هلأ إني راح أجمع المجلة أو الكوميكس تبعتي الجيران في أتشيفونت إنك أنت تجمع أربع أجزاء من مجلة بتصدر معناها هاي المجلة ما في طريق إنك تظهرها إلا إنك ترد على تليفون بداية اللعبة بيردك على أول تليفون باللعبة فعليا بتملش هاي المجلة تظهر معاكم هلا أكيد أنتوا رديتوا أو ما رديتوا إذا ما رديتوا روحوا وردوا على التليفون أول مجلة بتلاقوها تحت الباب اللي بتفاعلوا معه عشان تأخذوا أتشيفونت وحاولت الهروب هاي أول مجلة طبعا ما بتظهر معكم إلا بيردكم على التليفون بيضللنا ثلاث أجزاء من هاي اللعبة أو من هاي المجلة أو عفوا معلومة مغلوطة المجلة هاي بتظهر سواء رديتوا أو ما رديتوا على التليفون المجلات اللي بعدها ما بتطلع معكم إلا إذا رديتوا مرة تانية على التليفون لازم تردوا مرة واحدة عشان تظهر المجلة التانية وتردوا مرة تانية عشان تظهر المجلة التالتة والرابعة أعذروني على المعلومة المغلوطة طبعا زي ما أنتم شايفين أنا شخصيتي عم بيهلوس بشكل مخيف يعني وهنا أنا ورطت يعني وعلقت ودخلت بحيطة يعني الله ستر أني عامل سيف بمنطقة منيحة ومعاي أدوية بس بشكل عام إحنا جاهزين نختم اللعب اللي إحنا بنعمله هلأ مسلاني يعني ما رح يفرق علينا كتير عيردينا على التليفون لأول مرة أو تاني مرة حسب هذا فعليا تاني مرة رح يكون لإليه رح لآن نذهب أن نأخذ الجزء الثاني من هاي المجلة اللي رح نلاقيه موجود قدام شاشة التلفزيون بذهابنا إلى شاشة التلفزيون أنا ليش طلعت فوق هون عم بدور على أدوية شكلي أنا أتوقع أنا ماشي مع الفيديو عم بسجل صوت بس الظاهر أني عم بدور على أدوية لأنه زي ما أنتم شايفين شخصيتي عم بتهلوس بس برضو اللعبة لسه مش راضية تعطيني الأدوية يعني بحكي إن شاء الله يارب يكون حظكم أحسن مني اللي ما تعانوا بس يعني لحسن الحظة ما حكيت لكم نحن قردي ختمنا اللعبة وجاهزين لختمها المجلة اللي بعدها الظاهر أني رايح للمجلة اللي رح تكون بالقراج مش لها المجلة قدام التلفزيون اللي رح تكون موجودة بهاي المنطقة رح استعمل الباب اللي أنا ما فتحته ولا مرة من أما فتحت اللعبة اللي هو باب القراج المختصر اللي بوديك للبيسمينت بنمشي بهذا الممر الضيق هاي الخزان اللي عليها صارنا أول درج منها هو الجزء الثاني من هاي المجلة الجزء الثالث والرابع رح نشوفهم بغرفة التلفزيون وغرفة النوم بس عشان يبينوا معنا لازم نرد على التلفون ردة ثانية أنا قريدي كنت راضي ترن تانية بس مبدئيا أنتو إذا ما كنتوش راضين ردوا رجعوا له هلا إذا التلفون ما بيكان برن معكم يعني إذا انتو شفتم التلفون مش راضي يرن اللي رح تعملوه فعليا أنكم تعملوا سيف وبعدين تعملوا ريلود للعبة عشان أنه اللعبة تعمل ريسبت ويترد ترن عليكم الحج هاي مرة تانية هلا فعليا كحد أدنى لازم تردوا على التلفون مرتين كحد أدنى عشان كل المجلات تظهر معاكم بمجرد ما أنكم تردوا أنا أضف عليه أن التلفون الثالث اللي برد عليه لأنه أردي أنا رديت التلفون الأول بس ما كنت مسجله بمجرد ما أنه تخلص الحج تلفونها رح أروح الآن أكمل تجميع ما تبقى من المجلات اللي هم رقم ثلاثة ورقم أربعة طبعا توقسون أكيد توقسون سكروا الخط والآن رح نروح نأخذ المجلة رقم ثلاثة اللي هي موجودة قدام شاشة التلفزيون أنا برضو هون عم بعمل سيف أساس أنه يعني بديش أموت أنه أردي جمعنا مجلتين المجلة اللي بعدها رح تكون قدام شاشة التلفزيون هاي ها قدام شاشة التلفزيون بالزبط والمجلة الأخيرة رح تكون موجودة بغرفة النوم الرئيسية بيئة الخزانة ما بين غرفة الأهل وغرفة البنت رح نروح لغرفة النوم الرئيسية بعدين منها يسار ندخل لهاي الخزانة اللي استعملناها نفتحها وراح نلاقي بواحد منها رفوف الجزء الرابع والأخير من هاي المجلة ونأخذ الاتشيفانس دا نيبر ماستر أو نيبرز ماستر وهي ختمنا تقريباً الـ Connectables هلا بيضل علينا المسلونيس أتشيفانس اللي هم استعمالنا للميكروويف واستعمال أو شرب الهوت شوكليت اللي موجودة بس انا هون فعلياً بديش أحكي لكم انا عملت Reset زي ما انتم شايفين شخصيتي مرة واحدة صار مخ منيح ومعاي أدوية ليش لاني عملت Load من منطقة اللي ما ختمنا اللي لما ختمنا اللعبة 100% بس انا وقفت مكان التوقف الرسمي وهو غرفة النوم الان رح نروح على المطبخ عشان نستعمل المايكروويف طبعا المطبخ هي موجود امامنا طبعا اهم اشي انكم ايش تتفاعلوا مع المايكروويف او الاشي تفتحوا وبعدين بدنا ندير بالنا انه للأسف مش اي اشي بزبط لازم تحطوا في واحدة من هدول الكاسات بس حطوا الكاس المج اللي لها مسكي يعني فعليا مش الكاس العادية واحدة من هدول الكاسات بس هون ان زي ما انتم شايفين انا حطيت كاس عادية بس الاتشيف مت ما طلعت فعليا الا لما حطيت المج فانتوا ديروا بالكم ما تضيعوا وقتكم انتم تستنوا لانه راح تلاحظوا انه شخصية نجند بالعتمة وهلوز واتشيفنت مش رادي تطلع وانا عم بحاول اكبس على المايكروويف اني اشغله بس هو طلعت بالاخير انك بس مجرد ما تحط الكاسة وتسكر عليها المفروض تطلع عليك فانتوا اهم اشي ان حطوا سوق المج اللي ورجيتكم اياه اللي له المسكة انا هون فعليا راح اعمل للفيديو وابلش بالتكملة تبعته اللي هن اعمل هاي طلعت بعد ما انا استعملت المج الصحيح زي ما انتم شايفين هايه ابو بماسكة الايد بس انا اعمل تسجيل متأخر هلا راح نعمل الهوت شوكولات بس انا هون ما انتبهتش انه شخصيتي مهلوس اخدت حب الدواء اللي راح نعمله الان بدنا نعمل الهوت شوكولات اللي هي مكوناتها موجودة انا عم بدور على كبسة الضو صراحة انا بعرفش من كبسة طوب المطبخ بس هايها الظاهر هون متأخر انا سويتها بعد ما شخصيتي فعليا هلوس هاي اخر حب بشكلها الهوت شوكولات موجود مكوناتها بالدرجة الاخير من تحت هاي الكاسة ونرح نفتحها التلاجة عشان ناخد علبة الحليب راح نرد نرجع لهاي الكاسة اللونها اسود او رمادي نحط المكونات اللي هم الهوت شوكولات والحليب بعدين نتفاعل معها مرة تانية اللي شخصيتنا راح الان احط هاي المكونات اللي هم الهوت شوكولات بالاضافة للحليب وندخل بالكاتسين زي ما انتوا شايفين على بدو يجي شخصيتنا يشرب الكاسة بس زي ما راح تلاحظوا انه راح تختفي او يعني راح اصير فيه شغلات غريبة بدو يحطها طبعا بالمايكونات هو عشان لازم هي تتسخن هوت شوكولات ما يسمها اشرب القهو الشائع والهوت شوكولات هاي ايجا لويز قتني يعني فعليا اللي عب دخلت مع بعضها انه شخصيت عم بحاول يشرب الهوت شوكولات وبنفس الوقت موتتني فالأتشيفمنت طلعت لي ولويز قاعد عم بعمل لي خنق وشوكينج انه للاسف زي ما انتوا شايفين الشخصية انجن وراح تلاحظوا وانا عم بالكاتسين وانا جوه الكاتسين فعليا ايجا لويز قتني تسألونيش كيف بس مبدئيا هيني تاركلكم اياه عشان تشوفوا بس بالنهاية حصلنا على الاتشيفمنت اللي هي الهوت شوكولات يعني فعليا راح نرد نكمل مرة تانية من غرفة النوم الرئيسية واللي راح اعملوا هلا فعليا اني اورجيكم كيف طريقة الحصول على النهاية التعيسة النهاية الحزينة بس طبعا انتوا راح اسرع العملية فبالنسبة للكم راح تشوفوها سريعة بس هي بالواقع جدا طويلة لانه زي ما حكيت لازم تموتوا سبع مرات لما انتوا شايفين مش ضايل اشي من الاتشيفنس خلصنا اللي راح نعملو هلا راح نرد نرجع للباسمنت مرة تانية الى الحيط هذا اللي احنا كسرنا اللي هو مقابل جهة غرفة المستودع الجهة التانية منه اللي هي المنطقة اللي احنا اقابن او ختمنا فيها شابة الركان لما نزلنا وهي غرفة المنيكان مقابلة لانه هذا الحيط احنا قردي كسرناه بالكروبار واحنا موتنا موتة واحدة لا فضاينا ستة انا راح اورجيكم فعاليا موتة واحدة بشكل اسرع يعني وبعدين اسرع الفيديو بشكل عشر مرات اللي اورجيكم كيف اهم ايش طبعا انكم تكونوا عاملين سيف للكم انتوا خاتمين اللعبة مية بالمية على القليلة قبل ما تطخوا اخر الرصاصة يعني اخر الرصاصة انكم ديروا بالكم تكون عشان نقدر نختمها بالطريقة اللي منيحة زي ما انتم شايفين هاي الموتة رقم اثنين برضو كل مرة من ضن الموتر اللعبة راح تسوينا هذا الكاتسين وترمينا بهذه الغرفة ونرد نرجع فيه راح نرد نرجع مرتاني زي ما انتم شايفين انا عم بأسرع الفيديو بشكل عشر مرات اسرع من الطبيعي ونموت حانة ونموت حانة هي لازم تموته زي ما حكيت سبع مرات كل مرة انتم بتطخوا راح تشوفوا انه مسدس يخلص الرصاص راح تلاحظوا انه شخصيتي بروح بدور على زي رفو فس هاي زي ما حكيت عشان المخلوق الفضائي تلاحظوا انه شخصم راح تبريز راح ترجم راح ترجم بعد ما تموتوا حالكم سبع مرات فعليا المرة السابعة شخصيتنا رح يلاقي حاله بهذا البير وهي التفاحة اللي متذكرينها من الشريط رقم سبعة بس التفاحة هون موجودة بشكل منيح يعني ومنطقة مليانة فعليا ما في ايشة رح تقدروا تعملوا غير انكم بس تستنوا الاتشيفنت تطلع يعني هون انا بكرت انه لازم ادور والألفلف وامشي بس فعليا اكتشفت بالنهاية لا انه بس استنى يعني بس اللهم انك انتسيب الكنترولر وبعد شوية رح تطلع لكم الاتشيفنت انكم ختمتوا اللعبة النهاية التعيسة اسمها void الاتشيفنت الفراغ فعليا كانوا علقان جو هذا البير اللي لويس فعليا سحبنا لإله اذا متذكرين بنهاية الاشريط رقم سبعة الفيديو وهي الاتشيفنت انا برضو للأسف طفت تسجيل وطلع بس لحكته انه طلع معنا وهي الكريدتز ظاهرة معنا انه ختمنا اللعبة الختمة العاطلة رح اعمله هلا اعمل لود مرة تانية لواحد من السفات اللي مية بالمية اهم ايجي نكون خاتمين عشان نكمل النهاية السعيدة عفوا وعن النهاية السعيدة نفس الاشيه رح تخلينا نروح لنفس المنطقة بس اللهم الفرق انه انا من البروغراس روم زي انتوا شايفين شو ضايل عندي اتشيفنت اللي هي ان انا احصل على النهاية المنيحة والنهاية اني انا اجمع فيه شغل اللي لازم اجمعها من المين مينيو وفيه المخلوق الفضائي هذا اللي مش راضي يطلع انا الان رح اورجيكم وين مكان وجود هذا المخلوق الفضائي اللي رح تسووا انتوا فعليا اذا ما طلع معكم هذا المخلوق الفضائي ما في حل غير انكم تعملوا لود للسيف ظلكم تعملوا ريلود ريلود عبين ما يظهر معاكم هو اشي صغير كتير يعني يا دوب رح يكون واضح فوسفيسي يعني رح يطلع بهذا الرف اللي هلأ شفناه بالاضافة الى الرف اللي موجود بغرفة التلفزيون اللي موجود تحت بالبيسمان هدول هم المكانين اللي بيطلعوا فيه هذا المخلوق غير هيك ما رح يطلع انا هون برضو غلطت هادي ليس غرفة التلفزيون انا باعرفش ليش القبو مش راضي يدخل خريطة دماغي هاي هي الرف التاني اللي ممكن يظهر عليه هذا المخلوق ويدو بصغير يعني يمكن حتى ما تنتبهوله انا رح اورجيكم بنهاية الفيديو لما انا حصل اغيرا شفته اذا ما بيان معكم بهذا الرفين اللي بتعملوه انه لود وبترده بتعيده اللود مرة تانية بترده بالدور عليه يعني هي رح تكون عملية مزعجة بس انه هذا احسن حل عشان تحصلوا عليه اللي رح اعمله هلا انه رح اتجه الى غرفة البروجرس روم عشان ناخذ القناع اللي احنا جمعناه عشان نختم اللعبة الختمة اللي منيحة والنهاية اللي نحكي السعيدة بس هي مش سعيدة سعيدة بس انها سعيدة للكاتب يعني رح البروجرس روم زي ما انتوا شايفين هاي القناع هايو مكتمل بهذا المنطقة اللي مليانة شمع رح نتفاعل معه شخصيتنا رح يدخل بكات السين طبعا رح نلبس القناع من الظاهر مجرد ما نلبس القناع رح تشوفوا كيف انه المنزل يعني صارت اضاءته فيها شمس وفيها نور يعني يا ريت كان هيك اصلا بداية اللعبة اذا انتوا شايفين كيف الشمس منورة والحياة حلوة باقي بس صوت عصفير اتغرد هذا اللي ضايل شكلوا في صوت عصفير طلعا لا مش عارف اللي هذا من عندي من البيت مش عارف المهم والآن رح نعمل ورح نرد نرجع للباسمينت لنفس المنطقة اللي احنا استعملناها عشان ننتحر الهو ما في اشي رح يموتكم ما في داعي كان للأداحة بس زي ما انتوا شايفين أصلا اللعبة عم تجبرك انك انت تروح الى هذا المنطقة اللي رح نتفاعل معاه بس بدل ما نوصل ونلاقي مسدس رح نلاقي النهاية اللي منيحة تبعتنا اللي بمجرد ما نتفاعل مع هذا الباب صديقنا رح يدخل بكاتسين طبعا كاتسين طويل صراحة واللي كريدت تبعته أطول يعني هون انا رح اعمل كاتل الفيديو بس مبدأيان الكريدتس طويل كتير باقي اللعبة صراحة ما في مجال حتى تعملوا لها سكيبين إلا بالنهاية الحزينة ما في النهاية السعيدة ما بتقدروا تعملوا لها سكيبين طبعا انتوا شايفين هاي صاحبنا عم بلتم مع عائلتو شميتين طبعا هم للاعب اللعبة دوروني عم بحرقلكم إياه بس أكيد انتوا معاي صورتوا عارفين شو احنا بنحكي الظاهر ان احنا بنلتقي بالجنة على خير و سلامة وهاي الاتشيفنت للنهاية نيحة طلعت الان بطللنا بس اتشيفنتين اللي هما واحدة رح نسويها بالمين منيو نروح للمين منيو بنختار اشي اسمه هولوف فيم من هولوف فيم اول ما نعمل نوصل رح نلف ونرجع لورا ونلاقي في هاي الورقة اللي تحت هذا الضو رح نوخدها وبعدين نمشي لقدام شوية رح نلاقي في ورقة تانية برضو رح نوخدها هلا هاي هولوف فيم طالبة منها نجمع خمس ورقات اسم الاتشيفنت عشرة على عشرة بس فعليا هم خمس ورقات الورقة اللي بعدها رح نلاقيها بالزاوية من الباب هذا اللي دخلناه والورقة اللي بعدها باللوحة هاي اللي وقعناها والورقة اللي بعدها رح نلاقيها برضو بهاي اللوحة لا باللوحة اللي جنبها معناه لا باللوحة اللي جنبها شكلوا بهاي اللوحة والله العالم هايها هدولة خمس ورقات مباشر أول ما تجمعوا هدول خمس ورقات روحوا إلى هاي المنطقة اللي بالنص اللي بين التمثالين وهذا الكتاب تفاعلوا معاه وحطوا فيه الأوراق الخمسة هدولة عن طريق اختياركم للإنفنتري مجرد أول ما تكملوا الخمس أوراق بهذا الكتاب الأتشيفان تبعت عشرة على عشرة راح تطلع لكم لك فعليا أنتوا بتكونوا ختمتوا كل الأتشيفان لللعبة وجاهزين خلص يعني مية بالمية بس بظل عليكم إذا أنتوا كنتوا تعيسين الحظ زي أن المخلوق الفضائي ما بين معاكم طول ما أنتوا باللعبة زي ما حكيت ما تكون بش حل أنتكم تعملوا إلا لود لسيف اللي هو نهاية اللعبة أنا رح أورجيكم المقطع لما طلع ليه هايه كتير صغير زي ما أنتوا شايفين بس اللهم أنتكم تكونوا سريعين بالضغط عليه لأنه فعليا هذا المخلوق نمرود يعني أول ما يشوفكم بهرب ويعني لازم تكونوا جدا سريعين زي ما أنتوا شايفين هايه أنا كنت لقيته أخيرا وحذلك فعليا ختمت اللعبة 100% وكل الأتشيفان سبعة فيزاج وخلاص وهلا بدي أشطبها من حياتي كليا معا أنا كانت تجربة جميلة صراحة إذا عجبكم الفيديو باتمنى تعملوا لي لايك حطولي كومنس شو أنتوا شفتوا اللعبة كيف كان الدليل أعطوني أراءكم هل كنت سريع بالشريح هل كنت بطيئة هل كنت مزعج شو ما كان بالنهاية عشان إن شاء الله لأنه أنا رح أستمر بعمل الفيديوهات الأدلة والدلائل طبيعة القايدز يعني للأتشيفانس إن شاء الله وأتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد نشوفكم فيديو لاحق تنسوش إذا كنت مشاهد جديد برضو تعمل سبسكرايب عشان تساعدني إن شاء الله أوه بس سلام عليكم أعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة